شادينا دلوقتي هنروح مع حضرتكم لمرسلنا محمود جميل عشان تعرف منه على آخر تطورات دخول المساعدات الإغاثية والطبية لقطاع غزة محمود صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير عليك يا محمد بصبح عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بنصبح عليكم من أمام معبر رفح البري لازلنا بنتابع معاكم كل الجهود المصرية اللي بيتم بذلها طبعا لدخول كل الشاحنات والمساعدات لقطاع غزة المكان اللي احنا موجودين فيه أمام معبر رفح احنا بنشاهد حاليا استفاف عدد كبير من الشاحنات اللي موجودة يمكن هذه الشاحنات فيها طبعا عدد كبير من المواد الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية وكمان الخيم والبطاطين اللي بتتوجه مباشرة من خلال معبر رفح بتتجه إلى معبر غزة إلى الجانب الفلسطيني اللي موجود حاليا في الشاحنات اللي احنا بنتكلم فيها احنا بنتكلم دلوقتي عدد كبير من الشاحنات بيتم التجهيز حاليا لدخول الدفعة التانية النهاردة اللي مقرر لها ان تكون 40 شاحنة هيتم دخولهم ده بالإضافة ان فيه دفعة أولى دخلت النهاردة الصبح بنتكلم عن تحديدا 138 أو 139 شاحنة دخلوا بالفعل من هذه البوابة البوابة دي اللي احنا بنتكلم عليها هي اللي بيتم من خلالها دخول كل الشاحنات المتجهة إلى إما معبر كرم أبو سالم أو معبر العوجة بيتم طبعا تفتشهم وبالتالي بيتجهوا إلى الجانب الفلسطيني احنا بنتكلم على النهاردة عمدنا 99 دخلوا من معبر كرم من معبر العوجة بالإضافة إلى حوالي 39 أو 38 شاحنة دخلوا إلى معبر كرم أبو سالم بالإضافة طبعا إلى شاحنات الوقود اللي بتدخل 6 شاحنات وقود 4 شاحنات للسولار وشاحنتين للجاز يمكن النهاردة تقريبا من الأيام اللي شهدت دخول أكبر يعني عدد كبير للشاحنات الحقيقة بنتكلم أن احنا تقريبا النهاردة على نهاية اليوم بنتكلم في 180 شاحنة هيدخلوا من بوابة معبر رفح هيتجهوا بقى إلى كرم أبو سالم والعوجة علشان إجراءات التفتيش وده طبعا يعني الجميع بيأمل فيما يتعلق بعد قرار مجلس الأمن بتسريع زيادة دخول المساعدات لقطاع غزة فالكل طبعا بيأمل أن يكون فيه عدد كبير من المساعدات يكون بيدخل فإحنا النهاردة بنتكلم على نهاية اليوم متوقع دخول من بوابة معبر رفح 180 شاحنة بالإضافة للشاحنات اللي موجودة إحنا عندنا كمان استقبال المصابين واستقبال الجرحة يعني إحنا بنتكلم من يوم 21 أكتوبر لحد النهاردة معبر رفح استقبل أكتر من ألف مصاب ويوميا يعني أعداد المصابين طبعا بتزيد إحنا عندنا فيه استفاف لسيارات الإسعاف اللي موجودة هنا خارج معبر رفح سيارات الإسعاف بتستقبل كل المصابين والجرحة اللي بيأتوا من معبر رفح من الجانب الفلسطيني وبالإضافة طبعا إلى سيارات الإسعاف اللي موجودة داخل معبر رفح إحنا بنتكلم على إن كل السيارات دي مجهزة تجهيز كامل لنقل المصابين بيروحوا طبعا للمستشفيات بقى اللي أعدتها الدولة لاستقبال الجرحة الفلسطينية إحنا بنتكلم عن متى عام 38 مستشفى بتستقبل المصابين سواء هنا في شمال سيناء أو في مدن القناة أو في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة طبعا المصابين بيتلقوا الحجر الصحي داخل المعبر ثم بعد ذلك بيتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات اللي في شمال سيناء على حسب طبعا الحالات والإصابات اللي موجودة يعني الإصابات بتتنوع ما بين الكسور والجروح والأورام فبالتالي بيتم نقلهم ليه المستشفيات اللي موجودة بنتكلم عن مستشفى الشيخ زوايد وهي الأقرب ليه معبر رفح ثم مستشفى العريش ثم مستشفى بقر العبد مستشفى العريش نفسها فيها عدد كبير من الإصابات أو من الجرحة والمصابين أكتر من 50% منهم أطفال بالإضافة إلى أن مستشفى العريش نفسها أجرت حتى الآن أكتر من 160 عملية جراحية فالمستشفيات مجهزة تماما لاستقبال المصابين هنا معبر رفح موجود عدد كبير من الشحنات ده غير الشحنات المصطفى خارج المعبر ده غير الشحنات اللي موجودة في مدينة العريش والمخزن الاستراتيجي ليه الهلال الأحمر واستمرار طبعا تدفق الطائرات اللي بتيجي من مطار العريش بالنسبة للدول المختلفة إحنا بنتكلم إنه إمبارح مثلا كان عندنا 3 طائرات وصلوا للعريش من الإمارات ومن روسيا بالإضافة بالطبع إلى الطائرات اللي بتأتي كل يوم إحنا بنتكلم عن أكتر من 340 طيارة وصلوا لحد إمبارح مطار العريش بيتم طبعا تفريغ الأطنان والمساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر لدخول المساعدات دي طبعا في قطاع غزة وبتستمر الجهود المصرية طبعا في إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة وبالتأكيد هنتابع معاكم يعني بشكل يومي كل المساعدات التي تدخل إلى الجانب الفلسطيني كل الشكر لمحمود جميل من معبر رفح على كل هذه المعلومات وزي ما قالنا النهاردة يعني حيشهد إدخال مساعدات أكتر إنسانية 140 شاحنة دفعة الأولى دلوقتي بيتم تجهيز 40 شاحنة أخرى كمان خبر جيد إنه فيه استقبال أكتر ليه عدد من الجرحة الفلسطينيين عبر معبر رفح طبعا جهود مقدرة للدولة المصرية من اليوم الأول من حرب إسرائيل على قطاع غزة